ان شاء الله باذن الله سيكون عندنا كتابة البسملة. انا هاجي فوق السطر بحوالي ثلاث نقاط. اكتفع حوالي ثلاث نقاط. واخذ حرف الباء. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حرف الباء. طيب. بعدين اخذ من الباء. هسحب منه. همشي حوالي نقطتين. بعدين ابدأ اخذ الاسنان. اه بشرح لك الحتة دي المرة الجاي. خدها تكديريا كده. خلي في حوالي ارتفاع حوالي ثلاث نقاط. طيب. بشرح لك حضر السؤال ده يا اخي احمد. بعدين غيسة الان ان شاء الله. اكتب معي الان. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. بسمي. اللهي. لفظ الجلالة. بالالف هنعمله معلق. فوق المية. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بعدين مسافة. بعدين اللام. انزل. مسافة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين حرف اللام الثاني. انا عندي خيار من الاتنين دلوقتي. اما اكمل لان السطر لسه شوية واخد من تحت. يا اما اخد من فوق. بس انا عندي يهمني نهاية الكلمة هي اللي تكون على السطر. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فانا اجي من فوق من هنا. هاخد منها. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. واروح نازل بهذا الشكل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هنا يجوز ان انا اشكل. طيب ممكن لفظ الجلالة يكون بهذا الشكل ده للعلم علشان حضرتك تكون عارف وحضرتك تكون عارفة طيب ممكن يكون بهذا الشكل ده شكل اخر للفظ الجلالة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان حرف الهاء انا اقصد علشان حرف الايه الهاء صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب نكمل بعد لفظ الجلالة بعد مكتبنا لفظ الجلالة الافضل ان انا اقول عليها لفظ الجلالة ما اقولش بعد ما كتبنا الله استغفر الله العظيم من هذا اللفظ حتى يعني ان الانسان يكون يتحرى النطق الصحيح لان قد يلقي للانسان بالكلمة لا يلقي لها بال يقول الانسان الكلمة لا يلقي لها بال فتهوي به في النار سبعين خريفا او يقول الكلمة لا يلقي لها بال فتهوي به في الجنة سبعين خريفا فالأفضل ما قلش أكتب الله استغفر الله لا قل أكتب لفظ الإيه لفظ الإيه يا أخواني يا كرام لنقول عليها لفظ الجلال صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أي حاجة فيها كتابة ما تقولش هكتب الله استغفر الله وحاش لله والله هو الذي يكتب وهو الذي يخلق فتقول سأكتب لفظ الإيه الجلال صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا على النقطة دي في حياتنا يعني القادمة كلها إن شاء الله طيب يا أخواني الكرام بسم الله الرحمن هاخد بقى حضراتكم واكتب لفظ الجلالة في ناس يعني الخطات اللي عملها قدامنا هتبصوا معي في الشاشة أنا لا أقصد أن أنا أزم في الخطات لكن ديت هو أفضل مني أكيد الرجل العمل كتاب أكيد يعني أنا أحسبه أفضل مني إن شاء الله لكن يا أخواني الكرام أنا هقول لحضراتكم على حاجة معين لو بصتوا معي في الشاشة هنا أنا هعمل شير للصفحة دي صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا شوفوا هنا لفظ الجلالة دوا وكلمة الرحمن شوفوا معي هنا حضراتكم الرحمن حلوة هو عاملها هنا وتمشي بس خلي بالك أنت لو بتكتب كلمة أخرى مش هتمشي ليه برضو احتراماً للفظ الجلالة يعني لو هو الرحمن هو الله فما فيش مشكلة لو حطينا الألف هنا طيب أنا بتكلم كأدباً مع خالقنا سبحانه وتعالى يبقى إذن يا أخواني الكرام لما تكتب لفظ الجلالة ما تركبش عليه حاجة لو هتكتب الرحمن ماشي بس أحسن وأدباً وأفضل ابعد شوية خلي لفظ الجلالة له هو يعلو ولا يعلى عليه لفظ الجلالة يعلو واخد بل حضرتك ما تخليش حاجة تعلى على لفظ الجلالة صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم تفقنا طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كمان مر بسم الله الرحمن يبقى إذن يا كرام هكتب حضراتكم كلمة الرحمن ممكن أكتبها بالشكل ده يعني أنا أبعد شوية أسيب مسافة واكتب هنا الألف صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منها إرلام وانزل وبعدين أنزل تاني علشان أعمل منها حرف الرأي اللي حضرتكم إيه عارفين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب بعدين هعمل الحاق حرف الدال مقلوب هندرسه قريباً إن شاء الله حرف الدال أهو ما ينفعش حد يعمل للحاق بشكل آخر هي ده منظر الحاق في بداية الكلمة اللي تحتها حروف كلمة جرهومي هتركب على الميمي وبتعملها كده صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الرحماني هناخد منها وامشي علشان أطلع بحرف النون ممكن بقى أحطت حركة دي بسيطة هنا ممكن هنا بسن البوصة أعمل الشدة صلينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طالما عملت أنا مش هشكل كله لكن بس الأشياء البسيطة دي طيب بعدين كلمة الرحيم بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أعمل اللام بالألف في شكل تاني هبقى هجيب كلمة الألف اللام صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وانزل بالرأ وعمل الرأ من هنا أهو تمام حضراتكم هنا بقى أسقط الألف تحت زي ما قلنا حرف الألف ممكن فوق السطر وممكن تحت السطر الألف ما بيقفش على السطر مية في المية زي الحروف الأخرى لا حرف خط الرقعة حرف الألف يا يعلو عن السطر بنكتة أو يزيد يا إما ينزل عن السطر طيب صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم هنشوف حرف الحاء شفنا الحاء شكله عامل إزاي أهو واليا الحاء ده شكل من الحاء وده شكل من الحاء صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أهو أمشي بقى نقطتين بعدين أقفل حرف الإيه المي صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأشياء دي كلها نشرحها أنا عايزك أنت يكون عندك ملكة وموهبة التقليد أن حضرتك تقدر تقلد تشوف شكل جميل أنا مش هعيش معاك طول حياتي ولا أنت هتعيش معايا طول حياتك فكل في مجاله وعمله ومكانه لكن نتمنى أن نلقى حضرتك وحضرتك يعني نتشرف بكم جميعا لكن أقصد ورق عادي بعد كده ممكن نعمل فكرة عن أن إحنا إزاي نعتق الورق دوا أو نحضف له بيض وأشياء معينة إن شاء الله أقول لكم عليها بعدين طيب ورق الإفور العادي جدا جدا المهم أنه هو ما يطبعش هاتي تمانين جرام الأخت اللي سألت جبي تمانين جرام لو جبتي ورق مسنفر اللي هو اللامع شوية اللي هو الناعم يسهل مع حضرتك الكتابة عليه ويكون ينزلك بسهولة جدا في الكتابة مع البوس صلينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا لفظ الجلالة والبسملة اليوم قلنا هنكتب البسملة والحمد لله كتبنا البسملة اللي حضرتكم حبيب يأخذ منها سكيرين شاط يتفضل يأخذ منها سكيرين شاط علشان نشوف إيه اللي عندنا بعد الفكرة الجميلة اللي بدأناها بالبسملة بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم